وصلت كويت الإنسانية السير على دربها الخيري عبر مختلف أجهزتها وهيئاتها في مسعى لتوفير استجابة شاملة للحد من معاناة اللاجئين والنازحين ودعم البلدان المستضيفة وجاءت تلك المساعي بعد أيام من توديع دولة الكويت والعالم والمجتمع الإنساني بأسره قائداً إنسانياً عالمياً هو المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي كرس حياته لخدمة الإنسانية مساهماً عبر ديبلوماسيته الوقائية ووساطته لحل النزاعات والخلافات على مدى أكثر من خمسة عقود أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ أن دولة الكويت أظهرت دوراً رائداً في إطلاق المبادرات وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية النفسية استجابة للحاجة المتزيدة لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بين المستجبين والمجتمع الدولي ككل أصطى تفشي فيروس كورونا المستجد جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف اليوم